اشتركوا في القناة تبقى مديقة شوية واحنا بنتكلم عن الموضوع ده لكن انا دائما اقول انا دائما اقول ان الرؤية التحذيرية في طياطها الخيرة بعض الناس في البداية زمان ويمكن لحد دلوقتي كانوا بيكتبوا ازاي الرؤية التحذيرية خير وهو الرؤية التحذيرية ربنا بيبعدها لك ليه عشان تنتبه وتستعد لهذا الشر ومن الممكن ان يرد هذا الشر بالدعاء يبقى خير سيادتك ولا مش خير ياللي بتعلقوا علينا وانتم مش فاهمين حاجة النهاردة هتكلم عن رؤية تدل على الطلاق فهي رؤية مذمومة غير محمودة ولكن ان كانت هذه الرؤية قبل وقوع الطلاق فهذه الرؤية تعتبر تحذيرية تنبيهية بتقولك انتبه لنفسك وادرك حالك انت داخل على خطر والخطر ده خطر انفصال طلاق بينك ومن زوجتك فالرجل حينما يرى هذه الرؤية فينتبه لو بيعمل حاجة غلط او الغضب بتاعه جديد مفترض يقف المرأة مزهقة جوزها وشافت رؤية من دي اعرف ان الرؤية دي بيتدل على الطلاق لو انت تماديتي في زهق زوجك ده كلام لازم الناس تفهمه ايه الرؤية التي تدل على الطلاق كسر الباب مرأة لما تشوف كسر الباب اعرفي ان الرؤية دي تدل على الطلاق طبعا مش في كل رؤية بقى هقول المقدمة اللي انا قلتها رؤية تحذيرية المفترض تنتبه كل حاجة مش كل رؤية هقول كل الكلام ده قلتها مرة في البداية وخلاص بعد كده هذكر الرؤية ورا بعضها ذكرنا اول رؤية كسر الباب اتنين كسر النجفة المعلقة في السقف رؤية صورة الطلاق رؤية الزوج انه يفارق الفراش من اللي شاف الرؤية الزوجة شافت ان زوجها بيفارق الفراش بيقوم من على السرير وسيبها رؤية تقديم احد الزوجين للاخر طعم فاسد الزوج شاف في المنام ان زوجته بتهديه طعم فاسد الزوجة في المنام شافت ان زوجها بيهديها طعم فاسد رؤية تدل على الطلاق رؤية خلع العباءة فاكرين لما كنت بتكلم عن خلع العباء وقلت الحالة الوحيدة الحالة الاجتماعية الوحيدة اللي هي المرأة المطلقة الوحيدة اللي خلع العباء رجوع للمطلق للزوج الوحيدة اللي رؤيتها محمودة خلع العباء إنما خلع العباء لأي شخص متزوجة عزباء أعزب أرملة حامل المطلقة بس اللي رؤيتها محمودة خلع العباء هنا بقى خلع العباء رؤيتها إيه بالنسبة للمتزوجين طلاق وكذلك رؤية خلع الخاتم طلاق رؤية اطلاق الزوج النار على زوجته تدل على الطلاق رؤية الاوراق الرسمية وهي غير صالحة منتهية تاريخها عدة اي اي اوراق رسمية خليها مثلا جواز السفر وانتهى يعني الوقت اللي موجود فيه لا مش مستمر ده منتهي من سنة الرؤية دي تدل على الطلاق رؤية ضياع الحلق او القرط تدل على الطلاق رؤية المرأة المتزوجة لانقلاب السيارة وهي تركب مع زوجها في المنام طلاق رؤية ضياع السلسال الذهبي اللي يشوف الرؤية دي المتزوج هذه الرؤية تدل على الطلاق رؤية ربط الرجل تكتيفه في المنام ان يشوف ان في حد ماسكه وبيربطه بالحبال ويشوف نفسه مربوط في المنام رؤية تدل على الطلاق رؤية انهاء عقد العمل تدل على الطلاق اخر رؤية ويمكن يعني دي بعيدة شوية لكن احيانا تدل على الطلاق لبعض الاشخاص عضت الحيوان المفترس هذه الرؤية تدل على الطلاق كلام معكم اخوكم اسماعيل الجعبير مفسر الحلام تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته